أبدأ تمارينة الرجل بالسكواد أو بالليكستنشن رأيي الشخصي تبدأ بالسكواد لأنه هو تمرين مركب وشغل عضلات كثير في جسمك فإنت لو ركنته لآخر التمرينة أنت مش يقدر تشيل فيه أوزاني لكن اللي بيقوله تبدأ بالليكستنشن هم مش غلط ودي مدارس وده صح وده صح اللي بيقولك تبدأ بالليكستنشن هو رأيه عشان الليكستنشن بركزه أكثر على الكوادز وديه تمارينة رجل فلو أنت عندك كوادز ضعيفة تبدأ بالليكستنشن لكنها رأيي تبدأ بالتمارين المركبة مدام أنت لسه عندك الطاقة والباور في أول تمارينتك وترك التمرين العزل زي الليكستنشن في الآخر أو بعد التمرين المركبة أنا لو عايز أعمل بادي ريكمبيزيشن بس مش عارب أبدأ إزاي بصنا معلل بادي ريكمبيزيشن ده لتلاتة ما لهمش رابعة لو أنت حد من التلاتة دول تقدر تعمل بادي ريكمبيزيشن ودعلي أقولك إزاي لو أنت مبتدئ خالص أول مرة تخش الجن أنت عندك نسبة دهون عالية شوية وعندك نسبة عضلات قليلة شوية فبالتالة تعمل بادي ريكمبيزيشن وبادي ريكمبيزيشن أنت بتزيد عضلات وبتخص دهون في نفس الوقت الحالة الثانية أنت كنت بتلعب بلك قدرة كبيرة جدا عامل شيء كويس جدا لكن بطلت لأي ظرفة بقى امتحانات شغل الدراسة كسل وطيف رأي أن كان السبب اللي أنت ريحت عشانه فأنت ريحت ترجع أسرع من الأول بطير بسبب المصل ميمري فبالتالي هتلاعرف تخص دهون ونزيد عضلات في نفس الوقت ثالث حالة لو أنت بتاخد سترويد وطبعاً دي ما نصحش بيها وبرانة فإحنا نتكلم على الأول حال دي تعمل عجز سعرات بسيط شوية يعني بـ 250 لـ 350 كالوري عجز كبداية تشتر السنسي كده ماشي يزاي ولقيت نفسك بتخص دهون وبتزيد عضلات امشي وكمل ما لقيتش نفسك يبقى تمشي بناصحتي وتفكس خالص للـ body reconstruction وتركز على هدف واحد أنا دلوقتي عايز أعمل بلق هتعمل بلق هتزيد دون من نسبة بسيطة لكن هترجع تنزلها في القاتنج تاني أنا رأيي أنك تفكس الـ body reconstruction خالص وتركز على هدف معي سواء قاتنج أو بلقنج واللي بيحدد الهتف ده نسبة دونك لو نسبة دونك عالية زيادة عن اللزوم اعمل قاتنج لو نسبة دونك مقبولة ومش عالية قوي اعمل بلق زيادة قطل عضلية محترمة وبعد كده نبدأ ننزلها في قاتنج شدة التبريم بتختلف حسب التنشيف أو التضخيم طبيعي مدام فيه calories عالية وقرب عالي ففيه طاقة عالية فبالتالي هتقدف التبريم بشكل أحسن يعني من الآخر هتشيل أوزان أعلى وتشيل أوزان أعلى يعني شدة التبريم أعلى دي كده مففوغ منها طيب فضرة التنشيف القرب بقل الطاقة بتقل فأنت بتجيب أخرى قافة التمرين وبتوصل للفلير لكن استحالة تكون نفس أوزانك في أيام البالكينج هي هي في أيام القاتنج فغزبا عنك شدة التمرين هتلاقيها بتقل الوحدة وبعد تسأل لي بيقول لي دايت رمضان نقطة يعني ما تسألش ماله دايت رمضان لكن عموما أنا عايزة أعمل فيديو كامل لرمضان بس يعني يبقى مرجع ليك لرمضان من أول المكملات للضايت للتمرين تتمرن إمتى وبتاع لكن عموما تردر عن سؤالك من بعيد كده دايت رمضان زي زي أي دايت في شهور السنة لو عايزة تعمل قاتنج فأحسن لك تعمل قاتنج في فترة رمضان لأن انت فترة الأكل بسيطة شوية فمش هتجوع كده كده فترة الجوع من الصبح دين انت صايم فيها سواء بتعمل قاتنج أو بلكنج طيب أنا واحد الفائي أعزة أعمل بلك هل ما ينفعش أعمل في رمضان لأ تعرف تعمل في رمضان عادي جدا بس نصيحة مني لك اعتمد على الشيكس بشكل كبير إيه هي الشيكس يعني لما تعمل لك شيك فيش وفان وزداني ولبن وعسل كل الكلام ده ممكن يوصل لألف ونص كالوري انت كده تخلت سعراتك بشكل مش أكل لأ شكل شرب فهيبقى خريفة على ميدك شوية هل تمرين التفتيح خطر على الكتف بص معلم أنا معاك أنه فيه دراسات جديدة طلعت قالت أن التمرين التفتيح أو اللي هو البترفلوي مش أحسن تمرين ممكن تلعبه أنا معاك لكن كتير لعبوه وطلعوا عضلات وما تصابوش مدام بتلعبه صح هو قامش أحسن تمرين على الوجود لكن انت مش تلعب تمرين واحد مدى الحياة أنا ممكن أقول لك أن الدمبل مش قولك البار الدمبل مش أحسن تمرين عندك المشين أحسن تجيب مدى حركة أعلى تبع انت كده ده معناه أن الدمبل ده مش حاجة كويسة حاجة كويسة وهتلعبه هتدخله في نظامك وهتشيل فيه أوزان وديني تمامك فمش أحسن تمرين حاجة وخطر ومميد وما ينفعش تتمرنه دي حاجة ثاني فلا لعبه عادي ودخله في نظامك عادي ميش توركلا كويس ومن قسين دي أبيض يعني هو اللي سائل كاتب ومن قسين دي أبيض هو عارف ان هو دي أبيض يعني مش أحسن مصدر كارب وممكن تدخل لكن هو مش ممنوع لو دخلتوا من دبن سعراتك مش أي مشكلة وهتخس لو أنت عايز تعمل كاتنج عامل عجز سعرات توتل هتخس أو لو بتزيد برضو بس هو مش أحسن حاجة ليه مش أحسن حاجة الناس كتير تقول لك الدي اللي بيض مش كويس تمشي وتسكت لا تعالي أقول لك ليه مش أحسن حاجة الدي اللي بيض مع دون القيمة الغزائية يعني مفيش أي قيمة الغزائية مفيش فيتامينات مفيش أملاح مفيش أي حاجة ممكن تفيد جسمك غير شوية كارب ده أولا ثانيا لو أنت بتنشف أو بتقط أو عامل عاجز سعرات الدي اللي بيض سواء من الماكارونا أو من العيش اللي بيض حاجة واحد بسعر مش ممنوع الناس بتحبه عادي ممكن تأكله كميات محدودة وتدخل معايا في نفس الوجبة شوية فايبر بحيث أنها تشبعك بأنت إيه عادلت الاتنين مع بعض لكن هو مش ممنوع لكن ما ينفضلش التأخذ مكي 677 حلوة أو عايش إيه هو ده معلم أصلا مش للناس اللي مش فهمة ده صارمز إيه الصارمز الصارمز طلعت دلوقتي بروباجاندا إن في حاجة اسمها صارمز دي مش بنفس أضرار الاستيرويد ولا حاجة لكن أنت تقدر تأخذها تعمل فورمة كويسة وتنافس بشكل كويس وصحتك من جوة تنام شايفش كلا دي بيرواج لها إن هي كده فبالتالي انت شايف إن دي حاجة كويسة جدا هتعمل لي فورمة كويسة جدا بنفس فوايد الاستيرويد وملهوش أضرار تعمل يلا بينا أولا لأ مش يلا بينا ولا حاجة في أضرار للصارمز آه مش نفس أضرار الاستيرويد لكن ليه أضرار وأضرار مميتة ولسه ما تعملتش عليها دراسات كافية فليه تدخل نفسك في الدوامة دي من الآخر عايز تنافس طبيعي في بطول الطبيعيين وتعمل لك تحليل لو بتاخد صارمز تطلع بره ده معناه إيه إنت أعرف إني وسط للفلير سؤال حلم من ثلاثي في الأموم كده الفلير إنك بتجيب أخرك في التمارين يعني إنت بتقدرش تجيب عدة كمان خلاص سهلة نقطة ما أقول السطر حد ما أعرفش هتجيب بعشرين كيلو خمس عدات مطلعش تجيب الست عشر عدات مطلعش تجيب الحداشر سهلة لكن إنت أوقات بتقول إن أنا أخذ عشرة وتسيب الضمبل وإنت يسه جواك وقدر تجيب عدتين هي دي الحتة اللي إنت لازم تنافس فيها نفسك لأ إنت تقدر تجيب عدتين كمان بس سوى من قصير إنت مش هتتصاب يعني إنت مش تجيب لي عدتين أنت بتلعوا غلط فتتصاب رأتكلم في أداء سليم علاج التسدي ست سور سنة ما عرفش هو ليه قال ست سور سنة بس سوى عن علاج التسدي التسدي نوعين نوع ليه علاج ونوع ملهوش علاج إيه اللي ملهوش علاج إنك عندك مشكلة في الهودة بتروح تحلل وتشوف الدكتور المعالج ليك سهوى دكتور جراحة أو دكتور غدد هو اللي بيديك العلاج المناسب ليك طب إيه النوع ليه علاج أنت عندك نسبة دون عليك شوية أنت نسبة دونك أصلا في جسمك معدات ثلاثين في المية فأنت ما تروحش تجلع على دكتور وتقول يا دكتور الحقني وأنت لسه عندك نسبة دون نسبة دون دي قللها بعجز زعرات بضايت بتمرين كارديو حديد وشوف جسمك عامل إزاي لقيت إن السكس باكسترسمت ونسبة دونك قليلة ولسه التسدي وسدرك زي ما هو لها معالي أنت كده خده وهكشف لكن ما تروحش تكشف وانت لسه ما عملتش ضايت وجربت إنك تنزل نسبة دونك أصلا لو ما عنديش قدرة إن أكل وجباتي أكل من أكل البيت عادي ووجباتك دي مش أكل بيت يعني أنت تأكل إيه في وجباتك وتفر بقى نسبة بروتينك أو فاتس أو كرب هي أكل البيت عادي جدا فاكي إنه محسوب أنت ممكن تتكلم إنك مش عارف تجيب نسبة بروتينك يعني مش عارف تجيب لحمة وفاخ وسمك كل يوم بالنسبة للعصارة اللي إحنا فيها دي أنا معاياك أمعلم الدنيا علي أو عليك والدنيا زي الزفت أنا معاياك تاكل من أكل البيت أاكل من أكل البيت وإنت حزبه نسبة لبروتين مش عارف تكملها حاولوا تدخل معها بروتين نباتي وبروتين حوالي رخيص يعني مش لازم فراخ ولحمة كل يوم ملحة كبدة ملحة البيض ملحة الأريش كلام ده كويس مع بروتين نباتي وده اللي قردي أنا بعمله مع كلاينت سمعية فأنا استحال أضر كلاينت يعني استحال كلاينت يقولي الميزانية عندي مش هد كده فأدي له ضايت يضره أو ضايت ما يوصلهش لهدفه لأنه هو لما ينجح أنا هنجح أنا عمل تردس فمشا كويسة ويجي شغل أكتر وكذا فأنا عمري ما هضر الكلاينت ثاني فاللي أنا بعمله مع كلاينت الميزانية عنده مش متاحة شوية بعمل كده بدخله وسط النظام مش بعتمد عليها اعتماد كل بروتين نباتي وبروتين حيواني رخيص إلى حد ما زي ما قلت لك الكبدة والقريش والبيض أنا عندي 16 سنة وعندي حرق سريع هلاخد الجنر؟ لا معلم ما تاخدش الجنر وتعالي أقول لك ليه أنا أمري ما نصحت بمكملات الجنر أولا مكملات الجنر فيها سكر عالي جدا يعني أنت ممكن تصل للسيرف لـ 40 و 50 وشفت 60 جرام سكر سكر مش قرب هو أقول سكر نوع مقرب ولكن انت بتتكلم في سكر سيمبل سكر أبيض وتخيل عنيه 60 جرام سكر في السيرف كثير جدا رقم هي إزيك صحية نسبة البروتين اللي فيه ما بتبقاش حقيقية ولو حقيقية بتبقى رضيئة وخلينا أشترك لك بعدين إيه البروتين الرضيئ ده ومتتعامل إزاي؟ مالي ما كنتش الحل إيه أنا عندي حرق عالي وبعافش هيكوش إيه المشكلة؟ زي ما قلت لكم شوية في حور رمضان اعمل شيكس لما تاخد جينر اللي هو خلاب يبقى تقيل وكل اللي يجربوا بيتعب لهم معدتهم وبيخلين يرجعوا هي هي فليه تاخد جينر؟ حاجة تأزيج وحاجة تضرك لما ممكن تعمل شيك في ألف ونص كالوري شوفان لبن عسل سوداني منتجات طبيعية وهيبقى أرخص حاول تاخد أفضل أسئلة بتدور في بالناس كتير في أسئلة كتير وهنعمل كتير عند إيه تاني المهم منزل تعمل لايك سبسكرايب وشغل الجرس عشان توصل لك لفعادة جديدة أول باول ساهم